يعني اللي هي اللير اللي ما قبل الهندسة هو قبل ما.. يعني ازاي المهندس يقدر يستخدم التوالز التعب ممكن نقول هي مرحلة اللي ليه علاقة أكتر بيه الناس اللي شغالين بالقطاع الصوفتوير مع قطاع الانجينير هيكون الستشن بتاعتنا موجهة فقط ليه الجزئية دي؟ لا الحقيقة احنا اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة هو غصب عامنا سواء جاءنا او قبينا هو بيأثر على المهندس حتى لو كان مش هو اللي عامل التوالز بدليل ان احنا مثلا بنستخدم تولز زي ريبت زي أوتوكاد زي نابس وورك زي ايا كان التول اللي احنا نستخدمها وده يعتبر اللي عامله هو واحد صوفتوير دفلوبر لكن برغم من كده احنا بنتفسر بالتكنولوجيا بنتفسر بالتقدم اللي بيأثر في الصوفتوير غصب عامنا سواء كان في شغلنا او في ايامنا حتى في بتاعتنا وخلينا نبدأ هنتكلم عنه النهاردة concept اسمه digitalization او digital transformation او التحول الرقمي في عصر البنة وازاي ان ده بيسمع او بيرفلكت عندنا في الاسي سيكتور او ممكن نقول ان احنا النهاردة هنتكلم عن بيم ليبل 3 اند بيوند قبل كده اتكلمنا اكتر من مرة يعني اللي سمع المحاضرات المحاضرات ليه قبل كده او حتى ممكن عن طريق ناس تانيين كانوا بنتكلم عن البي اي ام والليبلز بتاعت البي اي ام اه والبي اي ام اوتوميشن اه وازاي نقدر نتعامل مع اه البرامجة بتاعة البرامج او مع التقنيات الجديدة بتاعة البرامج اه اللي احنا نتكلم عنه النهاردة هنتكلم عن الحاجات دي بس اه مش عايز اقولي المستقبل لان هو اه احنا احنا شغالين او هنلاقي ان الحاجات شكلها كبير وشكلها جديد بس الرغم من كده ان الحقيقة ان احنا بالفعل بقنا في المرحلة دي بقنا في النقطة اللي نقدر نحقق به الحاجات اللي هنتكلم عنها النقطة انا اسمي الشامجون الغافر اه شغلي هي اني اساعد الشركات اللي شغالة القطاع الهنازي ان هم يقدروا يعملوا تحسين اللي الروسس سواء عن طريق استخدام تكنولوجيا موجودة بالفعل الوزر او باستخدام software development programming languages عشان فاطر يحسن من الروسس حالين انا شغال في في كومين في كوفونتر في كومين هي training hub وصفها هي تساعد الناس ان هم يتقربوا على حاجات زي اللي نتكلم عنها النهاردة وتوصلهم بسوق العمل موجود عن بحامل الاي اي سي سيولوشنز في شرك اه اه ويلي منها الحاجات من اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة اه البي اي اي ام ودای ايم ودام اي 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 ار والانتجريشن مع الجاي اي اس غير في بعض المشاريع مع بعض الجهات كوكومية الخاصة في مصر وميدل إيست وأكتب طيب مين عارف مين عارف الصورة دي؟ تسلا مصبوط تسلا هي بالضبط سيارة تسلا هي من أشهر يعني من أكتر الحاجات الوقت ده في الفترة الأخيرة هي العربيات والتكنولوجيا اللي بيستخدمها إلو ماسك في بالضبط بتاع التسلا والحقيقة اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة هو التكنولوجيا تستخدم بالفعل اللحظة اللي احنا فيها دي في شركة تسلا وهي تكنولوجيا اسمها الديجتال دويند ايه الديجتال دويند؟ كل عربية في السوق أو موجودة في عربية متباع عليه تسلا في نسخة منها موجودة في الشركة هل هي نسخة ديجتال بكل مكوناتها وفيه سنسورز موجودة في العربية السنسورز اللي موجودة في العربية دي بتخليك تقدر وانت في الشركة في ديجتال اللي عندك ده تقدر تشوف هي العربية دلوقتي البرفورمانس بتاعها عامل ازاي؟ هل فيها مشكلة ولا لا؟ ومن فترة حصل مشكلة في العربية من العربيات وبعدين هم ووصلوهم المعلومة دي بسبب الديجتال مودي اللي عندهم ده ولما عملوا ان المشكلة دي مش حاجة خاصة به العربية دي لا دي حاجة موجودة في كل العربيات اللي نزلة من نفس الموديل عارفوا المشكلة عاملوا قضيت للجزئية دي لها كانت ما كانتش حاجة في الهاردويل هي كانت حاجة صوفتويل عاملوا قضيت في الحتة في الجزئية دي وبالرغم ان العربيات اللي انت خلاصت بات هو قادر عن طريق وعن طريق السنسورز اللي عنده الديجتال موديل اللي موجود ان هو يغير او يقضيت في العربية ويحل المشكلة من غير ما يطلب من الناس ان هم يقولوا ده اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة دي اسمها الديجتال توين يعني ايه الديجتال توين يعني يكون عندنا نسخة مثلا من حضرتك نسخة ديجتال زيك بالظبط احنا بس هنحط على جسمك شوية سنسورز وعندنا فيه ثريدي موديل لجسم حضرتك والسنسورز دي بقدر عن طريقها ان انا اشوف ورائب مثلا لنا بردت قلبك ضربة حرارتك اا الاماكن اللي انت بتروحها كل ده اقدر استخدمه عشان خاطر يبقى عنتي فيه زي سيميليشن منك وعن طريق ده انا ممكن لو عملت ده طبعا مع اكتر مع عدد كبير من الاشخاص هيكون عندي داتا كبيرة جدا وعن طريق الداتا دي ممكن اطلع احصائيات اا اقدر اعمل لو انا عندي فيه حاجة معينة تكرر لما يكون فيه معينة من الاتريبيوتس اللي موجودة على شخص فلاني يعني مثلا الشخص ده يخسل الدمه كزا والضغط بتاعه كزا والسكر بتاعه كزا لو لقوا زي مثلا احنا المشكلة اللي حصلة حاليا معنا مع كورونا هي مشكلة ان احنا ما عندناش بيانات عنه فاحنا لو عندنك حاجة زي وانا هنقدر نشوف ان من السنسورز اللي هتجمع بيانات من اجسام الناس دي هيكون عندنا كامة كبير جدا من الداتا ونقدر عن طريقه نشوف الباترن او النمط اللي بتكرر مع كل الناس دي واللي بيحصل لما بيكون لما بيبقى فيه بعض التفديل والتوفيق ما بين فهي دي فكرة الديجتال زي ما عملنا في تسلا زي ما فيه فعلا دي في الضب يعني في اللحظة اللي احنا يستخدم في اكتر عشان خاطر او فيه ديجتال موديل شايفين عليه الحاجة اللي بتحصل في جسم الانسان ده الظبط من غيره بيكون بيتعامله مع جسم او ده اللي احنا هنشوف ازاي هنقدر نستخدمه دي اه البي اي طيب اه خلينا كده نورمب ونقول هو بيم ليبل زيو اه هو عبارة عن ايه اوكي او دي او دي رونس ماشي اه الداتا عندي اه ما فياش يعني عبارة عن رسومات دي مفيش داتا مربوطة بيها اه معظم الكوميات ما بين الناس وبين بعضهم المشروع يكون اه بيبرورك اه ده ما كانش كافي فاقلنا ان احنا هننتقل دي يعني زي ما احنا شايفين كتب ده في الرسمة عندنا اه دي وموظم الكوميونكيشن بيبرورك انتقلنا ليه ليبل ون ليبل ون عبارة عن ايه ما فيش تعاون بين شركاء المشروع هن pajamas اجب handsome اه 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 شكاين ااذ ابحنا ايحن قبل يكون عندنا ايه ايه بالظبط عندنا فيه 3 دي مو اه اه ما يمكن يكون فيه كمان اه 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 كوميون والداتا عندي مش federated. يعني باختصار ما عنديش single source of truth. يعني ايه? يعني انا دلوقتي عندي اول حاجة مسلا ممكن نقول عليه level one لو انا عندي applications ما بتطلعش format بتفهم بعضها. فلازم يكون انا عندي فيه standards زي ما احنا شايفين كده. standards دي هي اللي بتقول ايه هي ال format اللي هيطلعها البرنامج البرامج اه تفهمها. فكده يبقى فيه communication ما بين softwares وبعضها. اني يكون عندي فيه مش بس shared model. اه سوري مش بس center model ليه? لكل. لا انا عندي يكون فيه كمان shared model محطوط في كل بتاع كل. بيكون فيه communication اكتر. اه فبنقول في المرحلة دي انهاية لسه ال data بتاعة. لسه مفيش. فنبدأ ندخل فيه مرحلة انا ممكن اكون شغال ب3d models وممكن اكون شغال بيهم softwares بس مش عشان ال course مش متحققها. فانا كده اعتبر لسه level one دخلت في level two. يبدأ يكون عندي فيه ما بين كل عندي single source of truth يعني ايه single source of truth يعني مصدر واحد لل data اقدر ارجع له واعرف منه ان هو ده فعلا دي اخر version وهو ده الحاجة الاكيدة والاخيرة. بيبقاش انا عندي مسلا اه موديل بس انا بجيب رسومات الكاد من حتة تانية. اه بجيب من حتة دالتة. اه عندي فيه ال versions مش واحدة لو انا عندي version غير version اللي اعني زميلي. كل المشاكل دي اتحلت في level two. ده اللي احنا بنقول عليه ان الناس شغالة بيهم. الشركة اللي هيا محققه. ال full communication بين كل عندي one server. محطوط عليه. shared model بتاعي. اه. عندنا فيه version control. اه بمعنى ايه version control ان انا ما فيش بقى اللي هو المشكلة بتاعت ان انا بتعامل مع نسخة غير النسخة الاخيرة. اه ان انا عندي فيه ال dimensions كاملة بتاعت ال BAM انا مش عايز يعني اطول في الحتة دي عشان بالفعل اكيد يعني اعتقد ان كلامنا اه بكده في التانية. اه بس نعدي عليها اللي انا عشان لو بحد ما يعرفوش. ان انا يكون عندي فيه dimensions بتاعت اه ال BAM ان انا يعني يكون ال data اللي موجودة عندي للموديل اقدر ان انا استخدمها عشان خاطر اه اعمل time schedule عشان اقدر اقدر اه اه اطلع bill of quantity. اه طيب عندي ال post وعندي time واقدر اعمل عليها بعض ال analysis عشان خاطر اه اقدر اه اطلع sustainable model وهكذا. طيب. بم level 3 بقى اتحقق ازاي? اه هنا في سؤال هل ال level 2 يتضمن نظمات القصمين فقط ولا المقاول كمان يشارك معنا? level 2 بيتضمن كل الناس اللي شغالين في المشروع. من اول ال owner مرورا بال designer مرورا بال construction team و ال contractor بغاية من اوصل لي facility owner او facility manager اللي هيوصله للمبهج اه اه بيم level 3 اه اه ايزي اه 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 داتا اكس شانج انتزاين تشانجيز ماشي. اه 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 كلاود اوكي. خلينا نقول انه هو اه بيم او اللي يسميه OpenBIM او IBM هو الهدف منه ان يكون فيه Real Time Communication يعني ايه؟ البي اي اي ام؟ اه هو فيه شركة تكنولوجيا فيه شركة متعلقة بالداتة انها عاد يكون فيه الرسومات كل الامنت مفهوم ده ما يسمونه Content Aware يعني ايه Content Aware؟ يعني الموديل فاهم ايه الحاجات اللي جواه بس اللي انا عايزين نعمله كمان ان احنا يكون فيه communication اعلى سواء بقى على مستوى softwares على مستوى data على مستوى الناس فيكون فيه Real Time Communication يكون الحاجة اللي بتحصل في الموديل في الوقت في وقت ما هي مش في الموديل سوئي في وقت ما هي يعني بتحصل فيه ال site سواء بقى كان في مرحلة ال operation او فيه حتى مرحلة ال construction في ال Real Time الكلام ده بيوصل لي غرفة العملية ده بقى عند ال design واشون سوعمر بقى سؤال تماما خلينا كده ايه الكلام ده على يعني با اللي احنا عارفينه اصلا قبل كبه. خلينا نبدأ نشوف الكلام ده ايه علاقته به الديجتال واللي احنا كنا بنقوله اه الاول وطب وتسلا. اه اول حاجة عشان اه ممكن احنا نعتبر ده احنا ده احنا ده احنا ده احنا ندخل على المحلة التانية على طول اللي هي انا عندي بيه بيم موديل بس لسه الكميليكيشن مش احسن حاجة. هنا بنسميها الوبجيكتوريينتد موديلز او طيب يعني هو عبارة عن ايه? هو عبارة عن ان انا بيكون عندي اي موديل اقدر اعمله. الموديل ده موجود فيه وموجود كمان علاقات ورولز بتحكم علاقة البعضات. فانا لو عندي فيه تليت ده جواه فيه دايرة مفتوحة. لو انا غيرت ابعاد والدايرة المفتوحة دي مفروض انها تكون في النص ما يعدش بقى ايه عشان انا بصغر من اليمين فلاقي نفس من ناحية اليمين قربت ناحية الدايرة. لا الاقي ان الدايرة تقدر لسه ايه? موجودة فيه لان انا عندي فيه علاقات ما بين الالمنس و بعضها. هو ما بدأش زي وزي كده ما بدأش مع هو بدأ مع الحاجات الميكاني كان وبعدين بدأ يتطبع على ايه واو موجودة من اليمين فابعا هنالآ فابعا عندنا فيه اليمين فابعا عندنا فيه او 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 ايمين اتž زي الifferent like the wall و طويل. بس هنا عندنا هنا بقول object oriented models ان الموضوع مش معلج بس بي الحجات الهندسية. سواء كانت بيم او حتى حاجات ميكانيكا اللي قلنا لسه بنتكلم عن 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 الطب ليه بقى بنقول عليه Object Oriented Object Oriented هو concept موجود في وعشان كده بنقول دائما ان اللي تنمش منفصلين أبدا software and construction ويه اللي تنمش تقدم ببعض اللي هو ما كانش فيه تقاطبا فيه software ما كانش هيبقى ما كانش هيبقى فيه هو فكرته ايه فكرته ان انا يكون عندي فيه او عندي فيه نص يعني اصل وبتاخد منه نسخ زي فكرة ان انا عندي فيه وبقدر ان انا اعمل اكتر من نسخة في المودل بتاعي من الول دي بس هي اصلا النسخة الاصلية موجودة النسخ بقى اللي هي instance اللي موجود منها اقدر ان انا اغير في ابعاده اعمل له حاجات خاصة بيه بس في الاخر هو جاي من من اصل واحد في صناعة الاي اي سي او مش بس بي اي ام او البي اي ام هو احنا زي ما احنا احنا تكلمنا هو بيحقق ده بيحقق ال object oriented modeling او ال parametric modeling لا كمان عندنا فيه اه تقنية تانية بتحقق ال object oriented oriented modeling وهي الجايس او ال geografic information system او ال geospatial information system هي عبارة عن اين ال geografic information system او geospatial information system هو عبارة عن system system موجود فيه data ال data دي اه اقدر ان انا اعمل عليها بعض عشان اخطر اطلع بعض الحلومات زي ما انا عندي بطلع time cost انا برضو اقدر في ال geos اطلع time cost بس ال analysis اللي موجود في ال geos مرتبط اكتر بال location station زي ايه زي اشهر حاجة انا لما باجي اطلب مثلا اوبر وعايز اروح من مكان لمكان او بلاش اوبر انا عايز اروح من مكان لمكان فبشغل بيحدد المكان بتاعي هدي اول معلومة عنده او اول data عنده تاني حاجة بحدد المكان اللي انا عايز اروح له وبعدين ببدأ اتحرك طب انا باتحرك على الطريق اللي هو بديه عنده مكانك والمكان اللي انت رايحه او همجاب لك الطريق اللي انت مفروض تمشي فيه لو انت ماشي بالعربية فهو هيقول لك مثلا اسرع طريق فانت هيكون عندك في قصة طريق او هيجاب لك اسرع طريق بناء على انه عنده بيانات انه والله الطريق الفلاني مفروض 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 زحمة فتتمشي بالمكان ده بس ال geos ترامحة بيتكلم على اول دور فهو مش مرتبط بالمكان معينة يعني ماشي زي ال bm اللي فيه لو كلم على دكتر لو بتكلم على عمود كل الحاجات دي هي ليها كلمترز معروفة وستة وبعدين بتتغير لما انا باجي ازود حاجة الموضوع ما بيكونش فرق الصارخ لكن ال geos الدنيا مفتوحة جدا ال geos دايما يعني الناس اللي بتقدر المشاريع من بدايتها بممكن يكونوا في مرحلة الماستر بلانيج او في مراحل اللي موجودة في المشروع مقبل ما نبدأ في مرحلة فال geos فال geos عشان الخطر يخلوه ما يخلوه ما يغرب من حركة ال predefined elements امو قالوا ال geos هيبقى مبني على ثلاثة elements point و line و polygon هم دول الثلاثة elements اللي عند الاسسين طيب كده ده كده object oriented اه ليه؟ لان هو بيسمح لك ان انت لما تيجي مثلا تقول انا هعمل هنا طريق فهو مش فاهم ان ده طريق هو مش فاهم ان ان الخط ده عبرا عن vibe وطريق 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 وطريقة انت بتملق ال data بتاعك بالتالي انت كده بقى عندك فيه table ال blueprint بتاعك أو الاساس بتاعه هو ال hyther بتاع ال table فانا عندي مثلا uh إن الطريق هيكون فيه عرض الحرار وهيكون فيه المتارية المعمولة منها وهيكون فيه وهي كان بقى البيانات اللي أنت محتاجت على عارفه عن الطريق ده فإنت لما تريد ترسم إليمنت في الطابل إليمنت نوعي وهو يبدأ ينزل لك ريكورد في الطابل تم لأنت البيانات وبالتالي بقى هو object oriented لأنه نحن قلنا أنه هو عبارة عن إن فيه أصلي وأعمل منه كذا instance ودي فكرة التابل اصلا. يعني بس التابل ملوش اه لكن في الجوي اس او في البي اي ام هو يعني انت في البي اي ام انت مش عندك لما تيجي ترسم الامنت في الموضل انت كده بتبني بتاعتك. طيب الاتابيس بتاعتك دي عبارة عن ايه? عبارة عن مسلا اه عشرة الامنت من من النوع اكس 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 ده مصر اللي هو دول كلهم عبارة عن عشرة في التابل بتاع طيب. اه فكده هم دول اللي عندي اللي اه اللي بقى يمين على ولو حد يعني النهاردة فيه كلام كتير ممكن يكون الناس ما اتعرضتش دي قبل كده فمش هاخد الاسئلة في الاخر يعني خلينا طول ما احنا ماشيين لو في حب عطلون في حاجة يوقعه. طيب اه وزي ما يعني في سنة الفين وسبعتاشر اه شركة اوتو ديسك وشركة ازري اكبر شركة تقريبا في الكطاع اه بتاع اه في الكطاع البي ام وازري هي اكبر شركة في الكطاع عملوا اه عشان خاطر يقدروا يستفادوا من البيانات بتاعت بعض. البي اتعيس بيعنده اوتو داتا. عنده حاجات داتا عن الوثر والانبيرومنت والسويل. اه والكلام ده كله بيسمع في البي ام وخصوصا في البعد السابع اه في السستانبالي. اه وفي نفس الكلام انا بحتاج ان انا في الجهن يكون عندي بعض المعلومات عن المباني. ما بين الاتنين. في 2017 عمل ما بينهم وبين با. وقالوا الكوتة المكتوبة دي اللي هي جايس إنفورمس بي اي 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 ام بي اي ام فيو جايس. ان الجايس بيدي معلومات بي اي ام عشان يحصل انهم بدي اي اي ام بيقوي الجايس مودل. ما ننساش ان احنا كل ده هنتكلم على المرحلة جولة في الـ Cycle بتاعتنا. احنا رسا مش عارفين عايزين نوصل الـ BIM او خلينا نقول بقى اللي احنا نوصل نشوف الـ Digital Twin هنستفد في ازاي هنا. آآ فندخل فيه. زي ما كان آآ النسج تقول انا عمدي آآ موديل ما بين الناس. عندي فيه سيرفر آآ سواء بقى السيرفر ده موجودة عندي في الشركة او حاجة آآ كلاود بيز زي زي بيم تري ساكستي. انا يكون عندي في فيها بيرجون كونترول زي ما كنا بنقول وفيها آآ في دريد موديل و و و و و و و يبقى شيرد موديل بتاعي ما بين كل الـ بس انا عندي آآ في الـ Digital Twin الكلام ده ينفع بس في الـ Digital Twin عشان خاطر تقدر انت تبقى آآ في مع الموديل بتاعك وعشان سواء كان المكان اللي انت بدي فيه وعلشان آآ تقدر ترقب من اي حتة فالكلام ده مش هينفع على الـ Local Server. الكلام ده مش هينفع على جهاز موجودة عندك في الشركة او موجود او حتى الـ Data بتاعتك هناك الـ Data بتاعتك عنده الصورة بتاعتك والشات كل الكلام ده موجود على هارد ديسك ده اللي عملك بالزبط بس هارد ديسك ده موجود في مكان تاني. هو ده فكرة هو جهاز آآ موجود عليه بتاعك. آآ فليبل تو هنا بالنسبة لي السيرفر محتاجين ان هو يكون كلاود بيزد. طيب. وحنا نحن نلاقي عندنا او فيه بالفعل حاجات بتقدر تعمل ده في الـ وانس ان احنا ووصلنا ان احنا او عندنا السيرفر بقى كلاود بيزد قدرنا ان احنا ندخل الـ Digital Twin اللي هي موجودة من سنين في الـ Industrial Thinian ان ندخلها عندنا في الـ AC. وخلينا هنا نبص سريعا على يعني ايه كلاود كومبيوتينج. ارجوكم لو في حد عطلان في حاجة انا عارف ان فيه حاجات كتير ممكن يكون مستحصات بديدة. فهنا نقف هنا. ايه كلاود كومبيوتينج. الـ كلاود كومبيوتينج. زي ما احنا كنا بنقول يعني حتى دي كوت موجودة لما بيتكلموا عن الخصوية البيانات. بيقول لك. إنت البيانات بتاعت دي مش حاجة بيش حاجة مع كلاود. انت البيانات بتاعتك دي على جهاز شخصتين. طبعا الكلام ده مش يعني مش بنخوف الناس طبعا بموضوع فيه security وموضوع فيه. فيه انت تقدر تقاضي شركات فيه لو انت ده تباقت دي فيه وده اوتوكسكوب بس هو الموضوع ببقاش الدنيا بتاعتش مفتوحة يعني زي ما احنا ببقاش مفتوحة يعني زي ما احنا ببقاش الكلام ده هو برا عن storage data database موجود فيها ال data بتاعتي. لو احنا مثلا بنكلم على بالنسبة لي انا في ال PSE project اللي هي data و vim data هي database بتاعتي. طبعا ولو عندي فيه database تانية نتخزن فيها بيانات عن المشروع سواء كانت excel سواء كانت access سواء كانت بيانات بتاعتك بنوع tables بتاعتك. وفي نفس الوقت مش بس storage هو من software as a service. يعني ايه software as a service? زمان عشان خطر تقدر تشتغل ب software لازم بتنزله على device بتاعك. وده كان بتطلب حجم معينة يعني مساحة معينة تكون عندك ويتطلب امكانيات معينة تكون عندك زي اي communication حد نستخدمها. اااااااااا. فلو جينا مسلا ن قام مبين حاجة زي ااااااا. يعني لو احنا عايزين بنكلم على ااااااااا يعني مش مش مقارنة دقيقة بس احنا نقول مثلا ال clash detection. انا عايزة عمي ال Clash detection في نفس work اوه عايزة عمي ال Clash detection في آآ. بالنسبة للزام لإتنم بيعملوا نفس الحاجة بس انا لو عندي الامكانيات بتاعتي الجهاز بتاعي ضعيفة فانا مش هقدر لو انا عندي ما فيش مساحة مش هقدر نزل بس هقدر ان انا افتح البراوزر بتاعي اللي هو وزنه خفيف جدا وهي ارفع الموديل اه بتاعي على ده واقدر ان انا مسلا اعمل مسلا يعني ان انا خزن عندي الحاجة ممكن ارفعها على جوجل ارفعها على اي ان كان هي الفكرة بس ان انا مش محتاج خلاص يكون عندي امكانيات قوية لا هي خلاص انا بستخدم برنامج موجود في جهاز شخص تاني اذا طبعاً بيفر ان يكون بياكه bestowe مش عندي يكون عنده لو فيه الهندريك دي ما مش عندي يكون عنده كل الحاجات دي ما بغل نفسه بيه هو ده ان انت يكون عندك software as a service software ده accessible anywhere from any device طبعه كان لبطور او موبايل او اي او اي مكان و انت تقدر ان انت قاعد على السرير تدخل مثلا تشيك تشوف المين بتاع فالمين ده software as a service يبقى accessible anytime anywhere from any device فهو ده الكلاود ده الجزء بتاع الكلاود انا بتعمل معه ازاي انا كاكلايند فهو احنا ممكن نسمي الجزء الاولاني اللي هو cloud site او server site الجزء اللي فيه data والsoftware وانا بالنسبالي مجرد بس بستخدم الخدمات اللي موجودة دي واحط عليه بقى data واستخدمي service معينة عنده مثلا او اي 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 اكلا اي 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 اتخدمه من RPC من TABLET من MOBAL مثلا فيسبوك فيسبوك اصطلع في نص ثاني من اول عشر سنين في العرب نات كان كاميرا الضبط. كان وبعدين فجأة لقينا ان هو بقى فيه موبايل ابيكيشن. لما اطلع على سمارت فون. طيب اه هو ازاي عمل ده? هل هو عمل اه جاه بقى عمل ابيكيشن جديد خلص? لأ. هو اللي عمله? هو عنده فيسبوك ده براهان برنامج في بعض الخدمات زي ان انت تعرض صورة اه يجي لك كل دي كل دي حاجات بتطلع لك في البرنامج بتاعك. الحاجات دي كلها اه موجودة في سيرفيس. وهو بس اللي عمله ان هو عمله واجهة مستخدمة. واجهة مختلفة. لكن البرنامج نفسه بتاعه والكور بتاع الابليكيشن كله موجود في السيرفر. هو اللي هو عمله ان هو عمل نسخة جديدة للانترفيس. زي مثلا لو بنتكلم على ابيكيشن زي واتساب. واتساب هو في منه موبايل في منه ويب في منه ديسكتوب. فانت هتقدر يعني اعطل في من ديسكتوب. فانت ممكن تعمل دامن لود وتشغله على ديسكتوب. ممكن تشغله على الويب على البراوزر. فممكن تشتغله من الموبايل. هل هو كل واحد في دول عمله الابليكيشن مختلف? لا. هو الكور بتاع البرنامج موجود في اه مقفول عليه. والداتابيز موجودة. وهو اللي بيعمله بس ان هو بيغير الكور بتاع الوجهة. طيب. كلام جميع. فانت دلوقتي لو عايز استخدم السيرفز دي. باستخدمها ازاي? باستخدمها عن طريق. يعني انا كراجل بقى كشركة بتقدم السيرفز بتاع الكلاد كومبيوتينج. حاجة نسمع عنها كتير جدا في الفتر اللي فاتت. نسمع عن. كل شوية اه يعني اما نيجي بتكلم على جلوجين. فانا يقولك روح اتعلم ايه بقى ايه بقى اا اوه ؟ للناس اللي سأول مراتى نسمع عنه يعني geh يعني زى ما احنا قلنا دلوقتي كبأ? احنا قلنا ان اناша عندي هو في سيرفز معينة في جهة بتقدمها والجهة اللي بتقدمها دي مدياني إن أنا يعني فرصة إن أنا أقدر استردم السلفز بتاعتي دي بالواجهة اللي أنا اللي اتناسبني فأنا مسلا عندي يعني مثلا زي ما هنتبعها شوية فيه فيور عملاها أوتو دسك الفيور بتاع أوتو دسك ده بيقدر يعمل فيو الموديل على الويد. وانا عايز استخدمه. طيب. هل انا بقى هل انا بقى هعد ابني من جديد الستورج وهو عاد ابني من جديد ازاي هو بيقدر يعرض الموديل على الشاشة خصة كبيرة جدا. هو بيعمل ايه? هو بيخلي اه يعمل اه حاجة اسمها ايه ايه يعني ايه? يعني بيسمح للمبرمج ان هو بدل ما يبني البرنامج من اول جديد ان هو يستخدم خدمة جاهزة ويحطها في البرنامج بتاعه اللي هو عايز استخدام. ايه ده فكرة الافي ايه? فانت لما بتيجي تعمل ايه? انت بتعمل ايه? انت بتستخدم ايه? فالافي ايها عبارة عن ايه بيستخدم اوامر بالفعلة موجودة في البرنامج بس بيستخدم الكود. وده بيخليك ان انت تقدر تعمل ايه كامل باستخدام وان بوتون. وعشان كرا بيسموه ايه اي حاجة فيها ايه حاجة فيها تقرار ان انت بدل ما بتعملها بأيديك، لا بتخلي الكمبيوتر هو يقوم بها بدالة دي فكرة الابي اي ان هو واجهة برمجية يعني بدل ما انت مش بتستخدمها كأين فيوزم تستخدمك كمبرمج قل له والله انا عايز استخدم الخدمة الفرانية عندي فيه البرمج انا عندي فيه سؤالين عن الجايز فكده هاجمعهم ونخليهم في الاخر طلابهم هاتوا مش هوقفونا وحنا شهدان طيب ندخل بق على اللي بعد كده احنا كده عندنا فيه الكوني و الحمد لله عندنا فيه حاجة تقدر هي تساقطة Sloan computing في البي اي اي ام فيه عندنا فيه Object oriented models وعندنا فيه اخر مرحلة قلص وهي الذي ممكن نقول عليها البي اي ام والابي اي اي ام ممكن نقول ان هو لسه مش well defined يعني لسه مش موجوده مواصفات نقدر نقول هو ده البي اي 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 ام بالظبط زي ما هو موجود في level 2 و level 1 و level 0 ولو احنا متابعين هنلاقي ان البيع ايام اصلا قبل حتى ما يكون اسمه بي ايام فهو موجود كان طالع عليه رسالش فيتورز موجودة كتير جدا من الستانيات اللي هو يعني من حتى مش فاكر عطاة دلوقت كان حتى لسه كان ما كانش طالع عصائية عطاة دلوقت كان حتى لسه ما كانش طالع عصائية عطاة دلوقت طالع ثمانيات فا اللي هو فا يعني احنا لبدا دلوقت احنا نرسم معرفناش definition كامل بس ممكن نقول ان هو بي extend ال monitoring بتاعنا في خلال مرحلة ال asset او في خلال مرحلة ال operation ال asset management أو ال operation يعني ايام تعالوا تعالوا نشوف نسمع عن حاجة اسمها ال IOT او هنا في سؤاله هو السؤال جي في وقته طيب هو يعني هو الكامل سلايدي اللي جين دول هما اللي يروضوا على سؤال حددك مش انا هاخد يعني الاسئلة اللي مش هتوقفنا انا كلها هجاوب عليك الاخر انا بس الاسئلة اللي هي هتوقف اللي باهم هي ال IOT حد يدري ساعدني طيب ال IOT او ال internet of things هو عبارة عن بالضبط انترنت الاشياء يعني ايه انترنت الاشياء؟ يعني كل حاجة عندي تبقى بالانترنت كلام سهل وبسيط بس مش منطقي كل حاجة يعني الكنبة كل حاجة يعني عمود النور كل حاجة يعني ها العمود بسوبت عن مبنى الكاميرا بالتهرينة يعني هركب لها شريحة ولا هعمل اي 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 كاي ازاي كل حاجة ما متوصلة بالانترنت عشان خاطر كل حاجة تكون متوصلة بالانترنت احنا فعلاً بنركب لها مش بقي مهم مش شريحة بس نقول هاردوير سنسور يبقى انا عندي فيه سنسور بيتركب للقامرة مثلا او للبلاطة فالبلاطة دي هي لما بيحصل فيها مثلا هبوط في بيحصل هبوط في البلاطة دي بيبدأ يبعد للسيستم خد بالك انت عندك فيه هبوط ازياد من اللابل حصل فيه البلاطة دي عمود الإنارة محطوط فيه سنسور يحس بيه مستوى الإضاءة بتاعت اللمبر بتاعت عمود الإنارة فيبدأ يبعد لي للشخص بقى اللي قاعد في غرفة العمليات يقوله خد بالك عندك عمود الإنارة الفلاني الإضاءة بقى تخفطت عن المستوى المقطوب فقال بقى ده معناه ان انت في فلال 24 ساعة محتاج تباري اللمبر سنسور عشان خاطر الإطفاء فانت مثلا لما يجي يحصل بهيت لبل معين زاد عن المطلوب فده معناه ان هنا فيه حريقة وهنا فيه مشكلة حيث ده تاخد انتهى اكشن آآ فهو ده هو ده الاي اوتي او الانترنتف اليمت ناغ anytime طيب هو ايهه علاقة ده بان احنا بنا نكلم على اليمترنتين وال poison علشان خاطر اقدر اعمل dizer if you can حانا يعني لو قولنا بس Finnish كده. بس مش يعني ايه مش يعني من الاخر بتاعنا. لو انا عندي في مبنى اتعمل وانا عندي في موديل موجود فيه كل عنه لغاية لحظة تسليمه. وبعدين حتى ممكن يحصل عليه بعد كده. بس لو احنا عايزين يكون في يعني الحاجة بتتغير فيه بتسمع فيه الموديل هو ده اللي نسميه Digital Twin ان التغيير او الحاجة اللي بتتعمل احنا بنقوله دلوقتي تاني وده وقت. Digital Twin هو ان انا يكون عندي فيه اخر ليك فيه نفس مواصفاتك وبيمر واي تجربة انت بتمر بيها بتسمع عندي. فلو مثلا انا اتعورت يبقى Digital Model ده اتعور. لو انا بمشي فى Digital Model ده بيمشي. نفس الكلام بالنسبة ليه المبنى. لو حد عنده سؤال يا ريتك تميه فى تشاهد. اه مش يعني عشان مبسل اعطا عشان. طيب. ايه ده الفكرة من Digital Twin. Digital Twin زي ما كنا بنقول العربيات بتاع تسلا في البداية ان انا عندي فيه كل واحد مع عربية من العربيات بتاع تسلا فيه نسخة منها Digital موجودة في الشركة. فال Digital ال Digital Model اللى موجودة او التوقم ال Digital بتاعه اللى موجودة في الشركة. يساعدني لو عرفت ان حصل عندك مشكلة انا اقدر احلها لك. من غير ما تجيب. طيب. فال Internet of things هو عبارة ان انا فيه سنسور بوصلها بال elements عشان خطر اقدر اجمع عنها آآ داتا. الكلام ده بقى ايه ده يدخل فيه آآ مصطلحات زي سمارت بلدنج. آآ او السمارت هوم. آآ السمارت سيتي. ما ينفعش يكون عندي فيه آآ سمارت هوم او سمارت سيتي. من غير ما يكون عندي فيه Internet of things. وسنسورز بتجمع لي الباتا. وتخليها لي آآ ولا اقدر اشوفها في آآ آآ الريل تايم. طيب. آآ مثلا يعني حتى يعني حتى يعني مثلا من الحاجات اللي ما يمكن نشوفه في السمارت هوم. لو انا عندي دلوقتي التلاجة بتاعتي. قلي فيها آآ مثلا اللبن عن اللب المعين. يعني هو بدأ يشوف ايه? ان العلبة بدأت تفضل. هو مفروض عارف ان والله ما قلت يكون فيه آآ نسبة معاينة من يعني ثمية معاينة من اللبن موجودة في التلاجة. فيبدأ يبعث لي وانا في الشغل message على الموبايل. او على application يعني يبعث هالي notification او يبعث هالي SMS. يقول لي هات لبن وانت جاي. ده مش فزور. ده فعلا ده اللي بيحصل. آآ تقدر ان انت وده اعتقد LG او حاجة يعني فيه شركة. اعتقد LG عملت application ان انت تقدر آآ تشغل التكييف قبل ما انت تيجي من الشغل آآ بالموبايل. والسلام بقى لو احنا نقدر كمان نحط sensor عشان خاطر نشوف لما يجي عند اللبن حرارة معاينة مثلا التكييف التكييف سيفصل عشان خاطر يوفر مثلا من من الكهرباء. فالموضوع يبقى سهل ان انت تكونترول عليه. بغير بقى ان هو بيوفرلك حاجة تانية اهم بيكتير. بيوفرلك ال data. وده قصة حياتنا من شهر الثلاثة اللي فات. قصة حيات الكوكب من شهر الثلاثة اللي فات ولا ملهايت السنة اللي فاتت مع القرومة. احنا ما عمدناش data. ما عمدناش بيانات. آآ. ايش. اه يا ريت يا ريت لو فية عندك فيه article اقب حاجة يعني في سؤال بيقول هل التكلفة بتكون مكلفة التكلفة بتكون مكلفة بس هي بتوفر بقى من ناحية تانية كتير يعني زي البيع يقوم بقى مكلف في مراحل بس بعد كده مع الوقت بيبدأ في المراحل اللي بعد كده بيوفر كتير جدا من اللي هيحصل بعد كده هي دي الفكرة اصلا من اي تكنولوجيا اي حاجة بتخليني اعمل دايما بتزود القست في الحتة في بدايات المشروع في المشروع لكن بعد كده مع الخطوات بتلاقي نفسك لا الموضوع محكوم ومتخطط له والدنيا ماشي كويس فانا كان اسهل ان انا نبقى شغال كاد واده اشتغل في تسايته بس اتخيل بقى انت اشتغل في تسايته والحاجة تودي وتحتمل التقويل فانا فجأة لقيت نفسي السلم وانتخبط البلاطر وده مخطوط ما كانو مش هنا طيب لماذا دي كانت المشكلة كانت المشكلة في الـ 2D اوفر بس انا لما استخدمت بعمل سوفتوير وعندي فيه Clash Detection وعندي فيه 3D Modeling فهو غلى عليها شوية في المحاطة الـ Design لكن اوفر عليها بعد كده في محاطة التنفيذ ليه اصلا الكوست بتاعها اعلى بكتير فهو تكلفة بتاعتها بتكون اكيد عالية بس هي توفر عليها حاجات كتير لغير بقى انها توفر الـ Resource الأهم وهو البيئة هتوفر الطاقة الكهربائية هتوفر سواء بقى الطاقة الكهربائية بقى مستحلكة في الإضاءة مستحلكة في التهوية فانت ممكن بالـ Sensors تقدر الإضاءة تتغير بناء على مستوى الإضاءة اللي جايلك من بره مثلاً وزي ما كان فيه سؤال من شوية كان بيقول هو الـ GIS مثلاً هل بيتحكم فيه الـ Orientation الاتجاه بتاع المبنى يقدر بقى ان انا هنا ايه تعالوا بقى نشوف المكس اللي حصل دلوقتي ما بين الثلاثة فانا عندي دلوقتي الـ GIS عنده بيانات عن اتجاه الرياح والتهوية والإضاءة فيقدر يتحكي يقول لي اني احسن Orientation اتجاه للمبنى وبعدين نبدأ بقى نقلوكيت البيئة الموديل بتاعي ونحط Sensors عندي فيه الـ Odds بحيث ان لما مستوى الإضاءة بره بيقلنا عن مستوى معين يبدأ هو يزود مستوى إضاءة الكهرباء شوية ويبدأ كل ما مستوى الإضاءة الطبيعي يقل كل ما يزود مستوى الإضاءة بتاعة الكهرباء فالموضوع ما يبقاش بالصلاحان ما يبقاش بالقرار من شخص لا الموضوع يبقى منظم ويبقى طالما يعني هو يحقق لي أحسن إضاءة وأحسن تهوية وأقل استهلاك ويبقى احنا فعلا حققنا هنا كده ماشي كلام جميل احنا كده بدأنا ايه؟ نحقق الفكرة بتاعتنا مش بس موديل لأ كمان موديل بيحس بنفس الحاجة اللي بتحصل عندي فيه كان هنا فيه سؤال من شوية كان باش موديل شادة بيقول هوا فيه اي بي اي للاي او تي هوا اصلا يعني الاي او تي دلوقتي عشان خطر ان اقدر استخدمه عندي في المشروع بتاعي انا اكيد مش هروح ابرمج شبات يعني مش هروح ابرمج السنسور فاكيد فيه سنسورز جاهزة وهنا انا برضو بتكلم مش على بس على مستوى ان يعني ممكن مش كلنا مهتمين ان احنا نكون ان احنا مبرمج بس احنا كلنا مهتمين ان احنا نستفاد اكتر استفادة من التكنولوجيا في المشاريع بتاعتنا فانائدلوقتي مش عايز اروح ابرمج وشبات او اكيد فيه شبات موجودة او سنسورز موجودة جاهزة عندي السسسن محتاج السستي ميكون بقى بيجمع الذاتا اللي موجودة من السنسورز دي وانا اخد بقى الذاتا من السستم دى اقدر انا اتعامل معاه فهنا ميكروسوفت اعمل حاجة حلوة قويل يعني ايه يا بشون سحمد يعني اي كنترولر بيتحط على اللوحة بتاعت القهربة اللي موجودة في البيت الكنترولر ده بيكون لي برمجة معينة حاجات زي مثلا TNX والحاجات اللي ممكن يكون الناس بتوع قهربة باور درسوها واقدر ان انا قادر يعني عن طريق بقى ووصلها بموبايل أبليكيشن واقدر اتحكم فيها بالموبايل وتبقى كنترولر بيتحطي نرجعتين فانا عندي مايكروسوفت عملالي سيرفيس هو عندهم مايكروسوفت عندها الكلاود بتاعها اسمه Azure 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 وهو عملا جوه الكلاود بتاعها عملا سيرفيس اسمه Azure Digital Twin ايه وهي Software As A Service نفتكري بقى الشوية عشان كلا قلنا الكلام ده هيا Software As A Service بتسمح انها تجمع داتا, ايووesيا داتا quelque supports ده. آآ تقدر انها آآ لو انا محتاج اعرف معلومة معينة والموضوع كمان بيبقى يعني ايه يعني انا ممكن ان انا مش بس بالحاجة ده موجودة لأ كمان ان انا والله عندي آآ آآ درجة الحرارة مسلا زادت شوية فانا عايز آآ آآ اقفل مسلا البتجاز. طيب انا عندي بقى السنسور ده ممكن يساعدني ان انا اتحكم بحاجة زي كده. فالموضوع فيه حاجات بتوصلني وحاجات انا ممكن ابعتها. آآ فالسيرفس اللي بتقدمها ميكروسوفت دي بتخليني ان انا اقدر آآ 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 اعرف معلومات آآ اقدر ان انا جمع بيانات والبيانات دي كلها تبقى موجودة عندي اقدر ان انا استفاد بيها. طيب ايه فايت ان انا جمع البيانات غير بس ان انا حتة التلمونيتورينج. موضوع تجميع الداتا ده يعني احنا لو زي ما بنسمع طول الوقت. هو فيسبوك تويتر اي ابليكيشن انت بتستخدمه بلناخدش منك فلوس. الابليكيشن دي بتكسب من ايدي? بتكسب من الداتا. بتاخد الداتا بتاع حضرتك وتبقى عن الشركات اللي معلئة. وايه طبعا في حاجة بقى بتبقى مشبوهة زي مسلا انها تتبقى في انتخابات زي اللي كان القضية اللي كان آآ اللي كان واقع فيها شركة اسمها آآ آآ انا لاتيكا حاجة مع آآ مع آآ آآ ترامب آآ في الانخابات اللي فات انها تبدأ تبيع داتا وبناء على آآ آآ الداتا بتاعة المستخدمين دول يبدأوا ان هما آآ يعرفوا ازاي ان هما يكنعوهم بآ آآ الشخص اللي نازل ده في الشخص اللي يعني المرشح ده. فكل فالداتا دي اقدر ان انا مش بس عن عن طريقها بقى موضوع البيع. كمان اقدر عن طريقها ان انا اقدر اعمل وطنع ما بنتكلم على فى احنا هنا بيتكلم ان احنا ممكن نعلم المشين يعني ايه نعلم المشين يعني المشين ان هو المشين بالنسبة ليه الكمبيوتر يعني لما يشوف فيه زي ما كنا بقول من شوية معين او نمط معين بيتكرر وكل ما بيتكرر مثلا بيحصل هو خلاص حفظ هو حفظ ان انا عندي لما دول لما الحاجاتي بتتجمع بعض بعضها آآ آآ بتبدأ ان هي يعني بتطلع النتيجة دي فانت تبدأ طالعا ما هو عمل لك فانت تقدر بتي آآ تاخد احتياطاتك من بدل هي بالارتفيشال انتليجنس عموما انت تقدر تتعلم المشين بتاعتك معينة سواء بقى انت تعلمها او بطريقة ما هي تتعلم فلما تلاقيه تدي لك مثلا انظار معين من غير ما الحاجة تحصل فالداتا مش بس هنا في ان انا كمان اقدر استخدمها في حاجات تانية انا يعني هي بخيالي ممكن حد تاني آآ يبدأ يطلع من حاجات اكتر وحد تاني يطلع من حاجات اكتر انت عندك الداتا هي اغلى سلعة موجودة دلوقتي فأنا عندي كده السيربس اللي بتقدم مايكروسوفت دي هي على الفكرة يعني الحد عايز يدخل يبص عليها احنا هنشوف دمات الدمو بس الحد عايز يدخل عليها وفيه اصلا دمو يعني تقدر تعمل اكاونت البلاش على مايكروسوفت ايجو وتشوف السيربس طيب ويبدأ بقى يجمع داتا من كل مكانه طيب بقى بنتكلم على مستوى السيتي يبدأ والسيربس دي مش معمولة بس عشان تخاطر ان احنا ممكن بقى استخدار احنا قولنا ان هي اصلا اصلا مش بتجمع الداتا من السنسورس دي بس اخدوا بالكم من حاجة احنا لغاية اللحظة دي احنا حطينا سنسورس كل في المباني يبقى احنا كوي استفادنا من يعني المشروع بتاعب اه بالموجود كمان باللوكيشن فان لو عندي في سنسورس في العربيات كمان او او براش العربيات لو عندي مسلا فيه المنس معينة بتتنقل من مكانها اه عمودي الانارة كلنا بنكلم عنه من شوية عارف مكانه طيب انا عندي داتا من جيس عندي داتا من البيان وكلها السنسورس باعتها بتسمى عندي بس لغاية دلوقتي انا معنديش ديش دا الموديل. ليه? عشان خطر انا انا عندي بيانات بس ما عنديش 3D موديل. انا رغب دلوقتي عندي بيانات عن الحاجة بس ما عنديش اخوها التوهم. لابد انا كده انا اقسمي حاجة انا اقسمي الديجيطال موديل. قبل ما ندخل في الحتة بتاعت. قبل ما ندخل في الحتة ففي الموديل خلين كده نشوف الناس بتعرف الديجيطال دوين. ففيه مسلا رأي بيقول ان الديجيطال دوين هو عبارة عن سينوليشن لأس بنت سيستن. هو بالنسبان احنا في الكونستراشن يعني هو ما بيتكلمش على يعني حتى هو اعتقد ان ما كله اصلي كانت أس بلت كار اور سيستن. احنا بالنسبان لهو أس بلت بلدن. السيستن اي كان اي هو السيستن. هو بيعمل آآ وممكن تعتبره ان هو مراية للحقيقة. طيب. فيه رأياني بيقول والله ان انت تقدر وتسيميولات الداتا بتاعتك. ومش بس الداتا اللي انت جبتها من السايت. ده او من الريل لايف. ده كمان عندك فيه. يبقى انت عندك الداتا اللي جمعتها دي جناء عليها. عملت الاناليتكس وطلعت اوتبوت. يقدر يساعدك في تحسين الاستخدام بعد كده. او حتى بريدكشن زي ما كنا بنقول. آآ واخر حاجة خالص بتقول هو الديجتار ريبريزنتيشن تمثيل لي الاسد بتاعك. عشان يقدر يجمع داتا يكافتشير داتا في الريل تايم. آآ خلال الليف سايكل بتاعت المشروع. وتقدر من انت تحسن من الاستخدام او من الكفاءة بتاعت المشروع. آآ وتقدر تحسن من البرفورمانس بتاعك عن طريق الداتا اللي انت بتجمعها ديتا. آآ الداشا. 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 الداشا بتاعي. داشا بتاعي. داشا بتاعي ده يقدر بقى يفيدني بشوات حاجات. يقدر يفيدني في. آآ يقدر يفيدني فيه الفيجوليزيشن ما انا عندي فيه 3D موديل. اقدر ان انا اعمل 3D ومش بس كده كمان. اميرسف. اميرسف الفيجوليزيشن. يعني ايه اميرسف? يعني آآ تقدر ان انت تستخدم الموديل بتاعك كAR او VR. انت عندك فيه نسخة بكل اصلي. طب AAR و VR سريعا. AAR ان الموديل بتاعك تعرضه قدامك. مسلا كأنك زي بوكي من جو. لو انت تكرب بوكي من جو. ان انا ابص مسلا في الموبايل. بشوف الموديل موجود مبني في مكانه. آآ وهو مش موجود ما تبناش لسه. ده ال AAR. لغمانة الريالية. آآ ال VR ان انا آآ البس headset. البس ندارة. والندارة دي تدخلني جوه واقع. تدخلني جوه عالم. العالم ده انا بحس آآ بسبب آآ بعض الحاجات اللي بعمولة فيه. آآ آآ Richards. العادس بتاعة ال headset دي. بدخليني احس ان انا في الواقع ده. في محاضرة كاملة الذي تنتعملها عن ال PR و الAR الموجودة. آآ الموجودة على الإنترنت لو مع ممكن حتى أعملها شير بعد. آآ grams A dopo del de casi. آآ آآ غير طبعا الدبي عليه. آآ 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 أقدر ان انا آآ 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 اتصال انا آآ آآ يعني آآ آآ قليجت موديرت أو مستخدمةough البعال يا. أقدر ان انا اطلع واطلع احصائيات عن اه الدياتا اللي موجودة اه اطلع اه اقدر ان انا اعمل لو انا عايز اخد المودل ده واجرب عليه حاجة ديجتال اه عشان اشوف بس هي ايه اللي هيحصل لو انا جربتها على الحقيقي فممكن بقى افصلهم عن بعض اللحظة دي واروح اجرب في حاجة وشوف ايه اللي هيحصل اه بدلا ما انا اروح اجرب بفلوس كتير قوي في المبنى الحقيقي وارجع على ايه لا مش ده اللي انا كنت عايزه فارجع اغيره. لتخبرك وقوم Hai اوكي هو يعني هو ميكستيديك هي تعتبر لحد كبير هي تعتبر اجمانته ادي بس هي اجمانت الري abuses مثل Application يعني متبقى لبس نظارة وبتشوف الحاجة قدامي ارماThof بتشوفها من الموبايد. فهو Иدع enthusiastic يعني هما ستل هما آآ 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 بس احنا عندنا آآ الشركات عشان خاطة تقدر تبيعها احسن فتقدر تطلع اسامي آآ 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 تطلع اسامي تانية للتكنولوجيا بس في الاخر هتلاقي هي حاجة نفس الحاجة يعني زي زي حاجات كتير تانية آآ طيب آآ آآ قلنا سيميولاشن لان المضوع بايدة احنا قلنا انا مبقيتش محتاج حد يروح يجمع داتا ويجيلي وانا اقول لي انا عايز انا نفس حاجة فا اروح ابعت لحد في السيط ينفسها لا هي الحاجة ايه البيان بيجيلي فانا باخد قراره وبينفسه من تابلت ولا من اي ان كان بقى ينفسه ان انا بستخدمه في الريل تايم ده بالنسبة للاتوميشن غير بقى ان انا الداتا بتاعت دي بقى عندي داتا كتير جدا اقدر ان انا ادخلها جوه ماشين ليبلنجيالجوريزم او ديب ليبلنجيالجوريزم اقدر اطلع معلومات اكتر او انفورميشن اكتر اقدر ابني عليها بعد كده نرجع تاني ليه الاركتوكتشور بقى السيستم ميتاني احنا قلنا ان انا عمليه فيه هنا احنا كنا نعرفين لو فاكرين احنا قلنا ان انا عندي سنسور السنسور ده هروح عبارة عن ده الفيزيكال اساتي اللي موجود في المبنى بتاعي هروح هربط السنسور ده طبعا بيه السوفت وير اللي موجود انا الكلام ده كله بستخدم كمستخدم فالموضوع بالنسبة لنا مش صعب اه فانا عندي السوفت او سيربس او سيربس اللي بقديم ميكروسوفت اه اللي بدخلين اقدر اجمع داتا من السنسورز دي بس انا الغد دلوقتي اللي بعد ما جمعت الداتا من السنسورز ما عنديش ديجتال موديل طيب عشان خاطر اقدر ان انا اعمل ديجتال موديل ده اللي احنا بنقوله اول حاجة مش ديجتال توين تكنولوجي مش ميكروسوفت هي الشركة الوحيدة اللي عاملة اه اه يعني هب ليها او عاملة سيربس ليه اي بي ام عاملة ديجتال توين سيربس اس اي بي ساب لو نعرفها بس مش ساب بتاعة بتاعة الاناليسز اس اي بي اللي ممكن تقصوا عليها اللي هي بتاعة الاناليسز اه عاملة سيربس ديجتال توين اه وميكروسوفت طيب انا بقى عايز اي ان كان بقى السيربس اللي انا هستخدمها دي عايز اعمل ديجتال توين بموديل فاللي احنا بنقوله دلوقتي ده مقترح لكن مش شرط ان انت تعمله مش شرط ان هو ده اللي يتنفس نقدر نستخدم اي بي اي اي بي اي 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 بي اي اي بي اي 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 بي اي بي اي بي ي ع Ur shell ممكن يكون في الفترة اللي فاتت سمعنا كتير عن فورج ابي اي فورج ابي اي هو كلاود بلادفورم بيسمحلي ان انا استخدم بعض الخدمات او السيربسز اللي عاملاها او ديسك زي ان انا هتحامل مثلا مع او ان انا استخدم حكا زي الفيور بتاعي طيب انا هنا كده استخدمت ميكروسوفت ايجور جمعت الداتا من الفيزيكال موديل من الارض وحطيت الداتا دي عند دي موديل تعال نشوف الكلام ده ده يعني ده سلوشن معمول بستخدام ميكروسوفت ايجور وي وي فورج ابي اي هتلاقي الاخضر ده هم السنسورس هاتلاقي هنا حالا اليمين موجود ان عندي ده ده موجود ده السنسور تاع موشن اذا كان في حركة ولا لا فهنا بيقول ايه مفيش حركة ومش umsh ده السنسور ده بتاع اللايتنغ فهنا بيقول ايه و الله لا Randy هنا good lighting. غير بقى اللي جمعتها عندها لان انا اطلع analytics. طلع احصائيات. فانا مسلا جيت هنا قلت. مسلا لغات اليوم الفلاني. او اليوم الفلاني. اه طلع لي احصائيات عن استردام القوضة دي. قال لي والله ايه القوضة دي كانت بنسبة اربعة وستين في المائة كانت مستخدمة وبالباقي كانت اه فضية غير مستخدمة. اه لو بالموبايل بتاعمل او لو لو تعرفت الو الكيو ار كود او حتى ممكن بعد المحاضرة اه تشوفها ازاي انا هتنزل تقدر ان انت تشوف الكيو ار كود ده هطلع لك الموديل ممكن بس عشان خاطر الموديل قديم فهتلاقي ان الموديل مسلا مش معروض لان هو بيحتاج يعني بيكون service board فانت ممكن تكون هتلاقي الموديل مش معروض بس هتلاقي ان فيه اماكن السنسور زي موجودة وتقدر تقوص على السنسور يعرض لك البيانات زي ما احنا شوفنا من شوية لو حد جربها ممكن بس حتى يدينا كده انسوية انها شغالة يدينا يعني انها شغالة يبقى احنا ايه اللي احنا محتاجينه؟ احنا محتاجينه عايزين 3D model 3D model ده سواء بقى كان model موجود في الموقع سولي model موجود بيع يعني بيع كان كبيع موديل او ان انا اعمله immersion واعرضه بقى في AR او بي ار عندي لازم يكون فيه سنسورز والسنسورز ده اي اي عندي حاجة هتلاقي في كلمة سمارت في الثقافة بتاعتنا كمهندسين هتلاقي فيها IoT وسنسورز عرضه هتلاقي ان انا عندي محتاجينه عشان تقليكت الديتا وعشان اقليكت الديتا مفهولة تبقى موجودة على قلاود سيربس زي Microsoft Azure اللي احنا شغناها او بقى بقى الشركة اللي احنا نستخدمها وي لازم يكون عند فيه database database دي هي دي اللي بتسعيدني ان انا جمع الديتا الديتا بيس بالنسبالي للموديل، ممكن تكون الموديل بتاعي او ممكن تكون جائز داتا بيز. او داتا بيز بقى كبيرة. تتجمع كل ده. الداتا اللي جاية من السنسورز مع الداتا بتاعة الجوية مع الداتا بتاعة البيعين مودل. واقدر اطلع ومعلومات كتير جدا. اقدر احسن بيها من البرفورمنس بتاع المبنى. واقدر حتى ان انا بعد كده يخليني اطلع معلومات خليني اقل من الكوست. طبقا بقى الكوست كانت المادية والكوست كانت انرجي قوين كانت الكوست اللي انا اقدر اقللها بعد كده. طيب. وكده احنا منكون خلصنا كلام عن الديجتال بويند طبعا يعنى الكل الجزئية فيه هي تخصص لوحدها سواء ال IOT او ال Cloud Computing او. يعني في حاجات حتى جات معنا كده بالذكر كالمسلميات بس زي PR والAR. بس اللي احنا عايزين نقوله ان احنا عصلا فيه سولوشنز نقدر نستخدمها جهزة بتعمل ده. يعني فيه شركات بالفعل جهزة بتعمل ده. مش لازم ان انا اللي اقبارنا كل حاجة. لكن ده ده يخليك رغم ان انت طبعا يعني فكرة ان P AI و P automation ده من جهة من جهة ما هو فيه خطر على بعض الناس اللي هم شغلهم في repetitive work كتير وشغلهم بيتعادهم مش محتاج بتاع. ده هيأثر عليهم الحقيقة هيأثر على الفرصهم في الشغل. لكن لو انت بتقدر تستخدم التكنولوجيا سواء كend user. او كراجل بتبرمك كده كده بتبرمك فانت ادخلت التطبر كريل مختلف. بس انت حتى كend user كراجل مستخدم للتكنولوجي. فانت اضمن ان انت كده ماشي مع التكنولوجي. مفيش تاريخيا مفيش حد وقف قدام التكنولوجي وقدر يكمل. فدايمن فكرة التحجر لا اصل دي مش هتفيد. اصل الكلام ده رفاهيات التكنولوجي بتتطور بسرعة وده بيخلي سعرها ارخص. فلو النهار ده هي سعرها غالي والجهات المختلفة مش قديني يستخدموها عشان خاطر تمانها. فبكرة سعرها هينزل احدث منها وهي هترخص. فهتلاقي ان الجهات بتستخدمها لان التكنولوجي وظيفتها ان اه هي سعرها غالي بس هي هتقلل من. اه الكوست بعد كلا قدام. اه 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 انا هبدأ اشوف الاسئلة اللي كانت اتبعتت. وقلت ان احنا ان انا ارد عليها الاخر. اه قبل ما اخد الاسئلة لو اي اه 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 هترونيه على لينك الان او حتى على فيسبوك بنافس الاسم احشان بناما يضعفر. اه 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 في اه اه جروب بنتكلم فيه على التكنولوجيس والحاجات اللي تقص البيعين من المنظور اله اه الناس بتوع التكنولوجي والسوفتوير اه 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 فيسبوك جروب اسمه البرجرام من قربائم او قاتل بتاعتنا على يوتيوب خلانا نبدأ ناخد الاسئلة واحدة واحدة الاسئلة اللي هي قوضناها وانت قوضناها مbsp من دقاقص الاسئلة اكثر sacred مصنع مkekجار نجحي خلان القائد يرسم ما يخبروك sing من دقاقص toi احنا قرأنا على مواده تمثير الوية اسغل التالي من دي catching بمصنع ومشهر من قوضنا لديم معلومات هناك معلومات فيها عن عن انتجاه الرياح تقاعد قوضنا يقدر نستخدمها. هل ممكن يتعامل إنتيجريشن بين البيايم والجايس وبالفعل في إنتيجريشن بين البيايم والجايس حاليا. البيايم والجايس ممكن يتم إنتيجريشن بينهم من غير داتا. يعني من غير داتا يعني يتم على مستوى يعني إن أنا عندي البيايم والجايس بيستخدم في مرحلة البلانيج وطلع منه معلومات أو إن أنا قادر استخدمه في حتى في تاني قادر استخدمه في التراكينج وهي تتنقل ما بين مكان لمكان. كل ده قادر استخدمه في إنتيجريشن بين البيايم والجايس على مستوى البيانات والسوفتوير فمؤخراً التعاون اللي تم من البيايم والجايس والجايس في 2017 تم إعلانه وأعتقد بدأ أن نحصة صمارو في فترة أخيرة بقى في إنتيجريشن بين البيايم والجايس على مستوى المودلينج وعلى مستوى الدايتا باستخدام أكتر من مطار إزري والجايس هل في مكان أتعلم منه في أماكن وفي دلوقتي حتى في ريسورسز أونلاين تقدر تشوف منها الكورس كان في مشكلة زمانية أن الكورسز ركالية موجودة تقريباً من كورسة أو اتنين بس كانوا بالإنجليش فكان دي بتسبب مشكلة طاعة الناس ودلوقتي بقى في أكتر من الكورس من كورسة العربي على الإنترنت غير طبعاً في الكورسز أوفلاين جديد بس يعني دايماً أتنصح أن الناس تبصوا على الحجم أونلاين الأول وانترستد يكمل مش انترستد خلاص بدل ما يروح يجرب بالكورس في برنامج إحسان من المستقبل الأحمد الشقيري كان جاب أمثالة من المتحقق ومنها في الوقت العرب ده حقيقي مثلاً في توبي هم بدأوا يستخدموا يعني هم بيستخدموا الـ PIM استخدموا الـ IOT ما عرفش هل عندهم الموضوع بس اللي بيجي تتوينه ولا بأ يعني هم عندهم في استخدموا بقى الداتا اللي جاء من الثلاثة دول عشان خطر يعملوا سيميوليشن كامل ليه في الريل تايم بالمدينة ولا بأ بس أعتقد هم عندهم الـ capabilities يعملوا ده حتى هم عندهم سيستم أعطاك لسهم الـ J-O-PIM سيستم ده وزرته أنه هو بيعمل automation لإصدار الترخيص بتاعت البناء الحمد لله كان لها فرصة أن انا اشتغلت بالنسخة السعودية من البرنامج ده هو البرنامج يعني من الـ solution ده النسخة دي المعمولة موجود فيها integration بين الـ BIM والـ J-I-S والـ Cloud Conclusion غير طبعاً سنغافورة من أكتر البلد المتقدمة في الـ BIM وسابقة دايماً هتلاقي حتى هم عندها الكود بتاعها بتاع الـ BIM وعملين digital model للمدينة هتا ممكن تشوفوا فيديو في عن الموضوع ده في هناك آآ فياء متصلية عاماً على مستوى الـ modeling وعلى مستوى البata وعلى مستوى الـ process طبعاً يعني هم التفاصيل بتاعته كتيرة لكن هو يعني كأجابة مختصرة ده موجود والبرودوكس بتاعت إزري ووتو ديسك بتقدر دلوقتي بتقدر تتكلم بعضها وتفهم بعضها سواء على مستوى الفيوينج أو على مستوى الادات البيانات نفسها مش موس خالب هلو او اتفضل انا بشكر حضرك جداً والله على المحاضرة ده انا كنت متحمس لها جداً بصراحة رب انا اعزك وانا اللي كنت اطالب في تالت مدني كنت عايز اقلتك على كده حاجة اوكي انا دلوقتي اصلاً تعلمت اتعلمت البروغراميج يعني اتعلمت C++ وقربت خلص في بايثون وماشي بتعلم Artificial Intelligence و Machine Learning يعني بتعلم ممكن تكون عارفوا اللي هو أندرو انجي ده اللي هو كان فوق البريين والحاجات دي متعلم منه Machine Learning و Artificial Intelligence حد دلوقتي انا بقى مش عارف ازاي اطبق الكلام ده او افهمه هل هيفدي مستقبلاً ولا انا بتعلم تكنولوجي ترندو خلاص ولا يعني الموضوع معقد شوية بالنسبة لي بس انا حابب انا حابب يعني انا حابب Machine Learning و انا عارف انها هتبقى ليها مستقبل كويس جداً في المودلينج في الـ Structural Design والحاجات دي والـ Data Science اللي احنا عندنا Big Data والكلام ده انا متأكد منه بس انا مش عارف بقى هل ده هيقدر يفدني في مصر ولا موضوع هيبقى صعب ولا هو هيفدني انا مستقبلاً ولا انا كنت عايز سأل فيه تماماً آآ يعني مبدئياً هو فكرة ان انت تكون بتذاكر حاجة وانت لسه مش شايف آآ هي ليها استقرنت الوقت ولا لا بص يعني انا I can relate جداً اللي انت بتقوله لان يعني في حاجة كتير جداً انا كنت بذاكرها على مستوى الهواية مع الوقت والله ما كانش حتى في نية ان هي تكون في يوم الايام مصدر ماكسر يعني مع الوقت هي بقت حاجة موجودة التكنولوجيا تحديداً مهما كان احنا عندنا مشاكل في كطاعات ففي التكنولوجيا احنا مشين مع العالم يعني هم بيعملوا عصرها على مستوى الهاتوية كمعي على مستوى الهاتوية احنا مش متأخرين خالص في الحتة دي وطول ما بره هم بيجروا احنا بنجل معانا اه ده لو انت شايف انهم مش مش ممكن ما يوفر لكش فلص هنا انا اعتقد ان هو مع الوقت هيكون في فرص ويكون في فرص كتير ومش هتتقارن السوق مش هتقارن بتمن حد ما عندوش بسكيلز دي. من ناحية تانية هو السوق بتاع الحتة دي عالمي مش بس اه مش بس في بلد واحدة يعني. دي نقطة. النقطة التانية احفكرة ان انت تتعلم طول او تكنولوجي. ده مش معنايا ان انت تقدر تطلع منه قوضي. دي حقوقها مؤسفة. يعني انت ممكن بتعرف تعمل بس انت معندكش فكرة عشان تعمل تعمل بيعمل حاجة معينة. بس انت بالتعاون مع حد تاني تقدر ان انت يعني تستفاد باللي عندك. بتلاقي مصلا في شركة معينة عايز تعمل solution معينة وعايز تطور من حتة اللي عندك دي. طب كنت عايزة في اهل حاجة بس. دلوقتي في في الماشين ليرنج أنا بتعلم دلوقتي في الكورس اللي هو المعتمد على مال اللي الناس كلها بتاخده بتاع واحد اسمه اندرو انجي في جوجل برين هو بتشرح بالمثل فيه كورس بقى على يوديمي اسمه بتاع الدكتور اسمه تامر في جاي بنفس محتوى كورس بايثون على يوديمي وعمله بالعربي بس أنا فاهم من اندرو اللي انا واخد له حاجات بس انا مقلق من حيثة انه متلاب وانا عايزة يعني انا حابب البيثون ان الكميونيتي بتاعته اوسع فهل ده هيصعب لي بعد ما اتعلم بالماشين ليرنج بالماتلاب هل هيبقى صعب ان انا حوله للبيثون بعد كده? لا بص انا دايما يعني دايما بقول الموضوع ده اللي بتعلم لغة برمجة بالنسبة له بسهل جدا ان هو يتعلم ايه لغة برمجة تاني فانا مش شايف ان هيكون فيها مشكلة احسن ان انت بتعلمه بالبيثون دا اكيد لان ببيثون هو لغة برمجة فتقدر ان انت تربطه باي صوتير تاني عكس الماتلاب وهو حاجة منفصلة بذاتها متقدرش تربطها بصوت of location انا طبعا لو تقدر ان انت بتسكه في البيثون دا كويس ما شغررتش فلو انت لو انت شغطر في البيثون ودرست ال kamad lab بتقدر ان انت تمام بسهولة تمام يعني انت ترشح لي ان اخد ما هو ال-Udemy ما هو ال-Udemy اللي هو مع الدكتور اَنَى أَنَرَشُحَ لَكَ tw users ت sections طبعا الل möchte我在 العرب اللي هو الوаг اوف cir p adviser هيا او بمفروض جايب نفس المحتوى طبعا هنا اعنقض ان US يصبحوا مقفوا د Haven على Udemy جايب human session اسمه machine learning for data science by python ده هو الرجل ده جاب نفس الكورس بنفس المحتوى ورح عمله بالعربي عشان يبقى اول محتوى عربي يعني وهو اخد ريتنج فوق كوينتهم اسمه ايه دكتور اسمه دكتور تامر مش فاكر والله تامر ايه بس هو التيم اللي معاه اسمه تيم سوبر داتا انتليجن وداتا ساينتست مش فاكر بقيت التيم بس هم اتنين من امازون وواحد من جوجل هم اللي عاملين الكورس معاه انا ممكن ابعتلك اللينك لو عندك لينك ممكن تحطه اه بالضبط لان في ناس في الشات خلاص طبعا هجيبه دلوقتي وحطه وعاز اقولك حاجة يعني هو بالفعل فيه دلوقتي استخدام في يعني في في الجليدة بتاعت بتاع ان انت تقدر يقول لك خد بالك انت عندك هنا في مشكلة يعني هو مش هاي اللي عملي هاي عملي اتفاقية كلا مع شركة انت اسم الشركة ايه ان هما يعمل يعني بالصورة لما تشوف مشكلة معينة تقدر تشوف الصورة دي وتقول لك والله اخد بالك انت عندك هنا فيه مسلا تسريب ميا اخد بالك انت عندك هنا فيه كزا فبالفعل اصلا فيه سولوشن استهلاك في الحتة دي انا ممكن اقول لك حتى على اسم الشركة بحس ان انت تاخد منهم افكار اصلا يعني ترى ان انت عم معاك الطول بس انت اللي نقصك الحتة بتاعت ان انا مش عارف استخدمها في ايه صح؟ ده انه كنت صورة اه مش عارف اطبق يعني انا انا بحاول اشغط لك فيه كورس برضو معمول على ادكس من جامعة نيو اس في سنغافورة اسمه data science for construction and architecture ده الناس كلها بدوا علي كويس جدا بس انا يعني ما دخلتوش لسه بس انا ده الكورس ده ناس كتير قوي دخلتوا اعرفهم بيقولوا علي كويس جدا بيديك بقى كل حاجة من ال data science اللي هي علاقة بالconstruction اصلا وازاي تستخدم ال data science في الconstruction بص انا في حاجة ده من بقولها ومحدش بيصدقها بص يعني انا اولا تاني وتالت ورابع البرماغة او اي حاجة لها علاقة بال software الكمبيوتر ساينس اه اتعلمها زي بتاع الكمبيوتر ساينس بالظبط زي ما حضرتك بتعملي انا بس انا بتكلم للناس كلها اه وان انت تتوجهها ناحية الconstruction او الarchitecture ده اقصد حاجة ده اسهل حاجة يعني احنا كلنا بنتي دبلومان مدتها تسع شروع الناس تتعلم فيها يعني مفروض يطلع منها بالبروفيل بتاعنا اللي احنا نتكلم عنه ده الناس تتعلم تسع شروع بتتعلم برمجة وبتاخد منهم اسبوع بتعلم فيهم API بتاع software engineering بتاع engineering software او كده ماني كان المتخيل من اصل تسع شروع ده الجزء الاسهل ده الجزء الاسهل لانه هو في الاخر انت مهندس وعارف وعارف التواصل بتاعتك يعني انت عارف الconcept نفسه وعارف التواصل اللي انت بتستخدمها في في المودلينج مثلا او في الانالس زوايا كان بقى الحاجة اللي انت بتستخدمها فانت عارف الامكانيات وفي نفس الوقت معاك نقطة البرمجة انت مش محتاج حاجة تانية مش محتاج حاجة تانية خلال بسينا يعني انا كده ما كان الجماعة اللي هو الارتفاعش الانتلجد والماشين ليرني انا كده ماشي صحا قلت بس اتأكلم بص وعيدك بشدة وعيدك بشدة واوعى تطلع يعني تسيبها لأي سبب من الاسباب اوعى تسيبه لأي سبب من الاسباب عموما مستخسرش في نفسك انك تتعلم حاجة يعني ده بخد النظر بقى عن الماشين ليرني ومع الوقت هتلاقي نفسك استخدمتها بس الحاجة طبعا زي الصوفت وير اكيد اكيد هتبقى يعني مش بس هتبقى تستخدمها يعني من وجهة نظر ان شاء الله يعني ربنا هيك هتكون كمان مربحة طوام شكرا جدا لحضراتك انا كمان هاجيب دلوقتي الكورس واحطه في الانتشان احط الكورس وانا برضو لو وانا دلوقتي كنت بغص كده على على اسم الشركة اللي هي كانت مع اوت ديسك اللي عاملة الماشين ليرنينج بس الحقيقة مش كافرين بس انت يعني ببساطة لو انت عاملت سيرش على ماشين ليرنينج اوت ديسك وماشين ليرنينج هتلاقي اسم الشركة اللي هي الابليكيشنز في اوت ديسك والكوبريشن والكوبريشن اللي هتلاقي نفسك هلو بس انت مميش شكرا جدا لحضراتك طيب تفعيل الكود المصري للبيم هو الكود يعني المفروض صدر بس هو المشكلة احنا حاليا ان الدنيا كلها متعطلة عشان خطر الاحداث اللي حصلة الكود الحالي من وجه النظرين هيحتاج نسخة واثنين وثلاثة عبارة ما فعل المبناس تبدأ يعني نقدر وتلايز البي اي ام باكبر شكل ممكن في شغلنا ممكن تظهر وظائف وتختفي وظائف اكيد هيظهر وظائف وتختفي وظائف سالة تكنولوجيا مش بس في اي قطاع اي هي الوظائف اللي هتختفي اي وظيفة بتعتمد على جهد متكرر اعرف نهاية مسألة وقت يعني ده كنت قولي لو وظفتك عبارة عن شغل بيتعاد تستعد الاستبعاد الوظائف اللي هتظهر يعني دي طبعا صعب التنبؤ بيها بس اي شغلانة موجودة فيه قطاع السوفتوير يعني مسلا فيه يعني كان فيه مقالة موجودة فيه بيم اريبيا في العدد اللي قبل النزل دلوقتي يعني بتتكلم عن ازاي ان مجال السوفتوير هيوفر فرص مجال السوفتوير في القطاع الهندسي يعني هيوفر فرص ازاي للمهندسين فممكن حتى تبصوا على المقال ده تتكلم عن الحتة دي من نوبة نظرية اي شغل اي شغل لنك الكورس هوا جماعة للي كان بيسأل عليك باشمونس محمد طيب عندك سؤال السلام عليكم وبركاتهم اذا كدو خير اذا كدو خير بس كنت عاوز ان حضرتك كنت لو كان فيه تفاصيل اكتر ازاي الريفت بيشتغل و ازاي الدياتافيب بيحصل لها يعني مثلا ازاي انا بكارية ثاميلي او ازاي انا بكرر منها عدد بعد كده ازاي مثلا انا استفيد بال ABI في الموضوع الريفت او اي برنامج تاني كانت عاوز مزيد من التفاصيل في الموضوع ده اوكي يعني هو انا بحاول اتعلن دلوقتي بسリسة ما انا في كل اي طبعا درسنا سي لطبا سي بسلسة يعني الواحد مع التخرج وكده نسيت كتير منها بس الـ concept موجودة لو الهدف بتاعك هو الـ Repet API لو الهدف بتاعك هو الـ Repet API فهنا نصحك انت هتعلق بـ C-Short كمان وهتلاقي اصلا يعني هو الحتة الصعبة زي ما كنت نقول هو حتة قطة البرمجة مش الصعبة بس الجلس اللي فيه وقت كدير ونبهوك كبير ممكن تبدأ بالكورس يعني هتاقي على الـ The Channel اللي هي هتاقي فيها فيها كورس C-Short ممكن تبدأ معي ومفروض نحن نكمل واتمنى ان مع الوقت يعني الواحد يقدر يلتزم وكمان ينزل الحاجات دي ويتكلم فيها عن الحتة لتتكلم عنها دي سيئة حتة تكنيكا شوية مش تخلص أبدا في المحاضرة طب لو حضرك لو مثلا انا ممكن نعمل الكورس على بيم ربيا يبقى حاجة ملة جدا خلاص احنا كده كده يعني يعني بيم ربيا بيتنا طول الوقت فإحنا إن شاء الله فيه حاجات كتير والله عايزين نتكلم عنها بحاجة كتير عايزين نعملها فا ربنا ننسى إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله سنحرك بشانس شكرا لك 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 أستاذنا بالعكس المحاضرة كانت في الوقت الكويس بضاحة والأسئلة ممتازة الحمد لله يعني في وقت صار خلصنا شكرا لك و أنا أدى معرفت بالبشانس الشام إن كان فيه حد تذكر إن هو دخل كورس كويس جدا وصفاد منه و جاءت بأن الفرنس الشام هو اللي عمله فكانت عارض كويس ومشاء الله فيه ميزة في الكورسات اللي هو بتديها إن هو بروب بين البم و الجاي اس و البرمجة فبتبت بيتوسع المدارج واللي بيتعلم برمجة بيقدر يتعلم أي برنامج بعد كده لانه بفاهم المبرمج نفسكم بتفكر في ايه وعايز يعمل ايه فبيسهر عليه كتير جدا يعني وحتى لو انت مشغلتش مبرمج وشغل مهندس عادي بمعماري وانشايا او قهر ومكانيكل فهتلاقي البرمجة توفر لك وقت كتير يعني الحاجة اللي ممكن تخب منك خمسة ايام ممكن تعملها في دية يعني بعد يزمن بشنس شام ان انت ممكن مسلا تكون حاجة بتتكرر معك كتير فتروح مدينه امر واحد يعني مسلا معك مبنى مسلا ميت دور فتقول له مسلا لا اغير لي مسلا الحرف ده من كزا لكزا فبدل ما تخدها واحدة واحدة ممكن تعمل لها برنامج سواء مسلا كنت شغال اوتوكات ممكن تعملها بالاوتوليسب او الفيشور بيزيك لو شغال مسلا ريفيت ممكن تعملها بالسي شارب او الفيشور بيزيك او بالروبي او بايسون فهتلاقي البرمجة حتى لو انت بيش شغال مبرمج بتوفر لك وقت كتير وبتخليك متميز يعني تقدم في شركة الناس او عارفة ان انت تقدر توفر لهم وقت كتير جدا لو هم عايزين يعملوا اي حاجة والبرنامج نفسهم يعملهاش انت تقدر تعملها محاضرة كواسة جدا وفيه فيديو بتحط رفض بتاعه تبع المهندس الشام اسمه ازاي المهندس لو انت مهندس وعايز تعلم برمجة اهوت ده على القناة بتاعته فريدت الناس تشارك فيها اه اتلافها شوات افكار حلوان يعني يعني تقريبا كل كامل ما انا بقولوا واخدوا من الفيديو ده وان شاء الله رب ارعز حضر اختبار اه هحط الرافض بتاع الحضور عساس ناس تسجل عساس موضوع الشهادات اهوت اه اجاز اكون لك الاخرى اساسنا وان شاء الله يعني بقلينا الاقتراعات تانية كتير شكرا والله شكرا على حضرتك وشكرا على كل المنظمين على اتاعت الفرصة دي يعني اتمنى انها اكون استدلتها استدري كويس الله يا كريم انك قلب شوفوا حضرتك اختبار اساسنا ان شاء الله مسك الاختام بتاع المؤتمر بكرة ان شاء الله يعني اتمنى الناس تخضر المؤتمر بتاع البكرة بإذن الله اه هتركوا برد الرابط تاس ناس تبدو در ايه تلا موجود شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة